السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring لاحظت أن كثير من الأسئلة جثتني في الكومنتات بما يتعلق عن الأسلحة كيف أن يطورها وكيف أن يجيب الستونز والأسئلة التي تدور حول نفس الموضوع شوفوا يا أخوان أنا أختصر لكم الموضوع في هذا المكان تحصلون فيه كهف هذا هو اللي هو المقريف تانل هنا لو دخلت بتحصل قرابة السبع ستونز ويمديك ترجع إلى هذا المكان اللي هو التشيرشوف إليه بتحصل التاجر وتطور فيه الأسلحة ولكن مقطع اليوم مرحة يعني أروح هذا المكان وجمعهم فيه طريقة أفضل اللي متقدمي في اللعبة شوي إنك كيف تجيب هذا الستونز بطريقة أسرع إذا يعني طورت شوي ويمديك تقتل البوس طبعا البوس موجود في هذا المكان في هذا المنطقة لكن عشان توصل لها أول شيء أو أسهل طريقة أنك تيجي فيها زي الاختصار أنك تدخل هذا المكان ويوديك إلى المنطقة اللي أنريدها طبعا في الراون تيبل هولد مثل ما تعرفون فيه الشخصيات اللي موجودة هنا فيه التوين سستر الظاهر اسمهم في هذا المكان عند الايتمات شوف الايتمات هذي اللي متوفرة عندهم حاليا ما يبيعون ستونز شوف هذا الستونز ما عنده أي شيء لكن يوم تيجي تكلمها هنت في البداية بتسوي أفر أبل بيرينج شوف حاليا ما عندي فهذا المكان اللي راح نروحه راح نجيب البيرينج وبعدها راح يكون الستونز متوفرة عندهم في المتجر ويمديك تشتريه بالرونز فهذي جدا طريقة متازة لان شوفت انتو طرق كثيرة من الفارمينج نزلتها في المقاطع الماضية وبكذا راح تقدر تطور أسلحتك بسهولة راح تيجي إلى هذا المكان عشان تقدر تسوي تريبورت إلى المكان الثاني هذا هو المكان اخوان فيه زي الغرفة راح تحصلها اتنزلك هذه تنزل تحت ما حتاج تضرب أي حاج هنا لكن الصندوق اللي موجود هنا راح يتقفها ما عليش أنا خطيت بالصندوق فيه صندوق ثاني مش صندوق يا أخي تنل لا إله الله هذا هو هذا هو فيه واحد ثاني هنا تشوفوين كانوا واقفين هذا لهل الشموع تيجي طبعا الصندوق اللي فتحته قبل شوي فيه سلاح أو رمح كويس بعد على أساس أني أرقعها الحين جبت لكم طريقة تستفيدون منها طبعا خلك واقف السموك تحمل شوي الضربة إذا جيت بسرع ما رحتين ضرب مثل ما تشوفون يا أخوان هذا أنا رسبنت في هذا المكان كل علك تسويه هناك تطلع فوق وتقابل البوس طبعا فيه غريس بوينت موجود في هذا المكان اللي هو سيليا كريستل تنل هذا هو المكان اللي يريده إذا كنت فاتح هذا المكان خلاص تيجي هنا وتقاثل البوس طبعا مثل ما تشوفون يا أخوان أول ما تدخل كافة هذا اللي جالسين متكين على الأزرق هذا أو الستونز الأزرق إذا ما أخذ الستون من عنده ما راح يلاحق فأنت حاول أنك إذا أودك تصفي المكان كامل حاول أنك تفتك أول شيء من هذا الكبار اللي يرمون السم من بعيد لأنهم الأذوة إذا خلص منهم هذه الساعة أرجع للصغار هذا اللي مركزين في الستون حقهم وما يكلمونك إذا ما أودك يعني تسحب عليهم بدون فايت تقدر تسوي هذا الشيء تسوي سكيب زي ما أنا سويت وتوصل عند تقريبا لازم هذا الوحيد اللي تسوي الفايت عنده اللي هو قبل البوابة حق البوس و بس يا شباب بعد ما تقتل البوس ستحصل على البل بيرينغ هذا ما دلوشت ما وترجع إلى التيبل أوف هول وبعدين تقدر تشتري الستونز بالعملة مش نفس قبل ما تلقاه عنده و لازم تروح تجمعه من حول الماب هذه طريقة أفضل أتمنى أن فيها تستفادوا المقطع لا تنسوا نتقيم الفيديو ونشوكم إن شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر